مشاهدين اسمحونا دايما بيبقى معانا يوم الخميس المقال الاسبوع لنيافة الحبر جيل انباء رمية الاسقف العام ورئيس المركز الفقافية رقبتي الارثزوكسي اسمحونا يعني نقول المقال النهاردة الحقيقة سيدنا بيتكلم وبيقول ان بدأنا من حياة القديس البابا كيرولوس المقال باسم اول بابا يفتح بابه ابرزها محبته الشديدة لله فترك العالم راهبا ثم متوحدا في حياة ملؤها الله تفيد بتعزيات السماء وصلاة دائما شهد لها الجميع وفي محبتي للصلاة شغف بحياة الوحدة متتلمز على كتابات القديس مال اسحاق السورياني عن حين نسخها فتشبع بجوهرها الانسلاخ من الكل الارتباط بالواحد وفي حياة الصلاة لم ينشغل عقله الا بالله والتزبيح فقد ذكر انه حين استقصلت له الزائدة الدودية لم يكن يردد سوى صلوات المزامير والتزبيح وهو لم يفق من اثر المخدر بعد اما رعايته لشعبه فكانت احدى ومضات حياتها التي عاش كثيرون بها وانارت الطريق لهم حتى اليوم ومع رفضه الترشح للبطرياركية بشدة فان انبى اثناسوس المتنيح قدم تسكية باسمه وحين علم قدسته بذلك شدد على ابناء ومحبيه ان لا يسع لعمل اي نوع من الدعاية التي تسبق الانتخابات البطرياركية وحين اختلط رعاية الالهية اليسير خليفة القديس من المرخص الرسول لم يجد سوى سكب الدموع الغزيرة امام الله كي يعينه على المسئولية الجسيمة وفي رعايته لم ينس حياة الرهبانة والوحدة فقد كان كثيرا ما يذهب الى دير الشهيد العظيم ماري مين العجيبي بمريوت الى جانب الخدمة ووجوده بين ابناء شعبه يرعاهم ويهتم بهم وفي هذا يذكر مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث لقد اعطانا مثلا كبيرا في حياة التأمل والخدمة مع ان جميعهما ليس بالامر الهين السهل فقد كان يخدم الكنيسة باقصى ما يستطيع ومن جهة اخرى يختلي بنفسه ويأخذ من التأمل والوحدة على قدر ما تعطيه امكانته ويعد تاريخ العاشر من مائي و1959 في حياة الكنيسة القبطية بدءا لعصر النهضة الكنسية في العصر الحديث فقد اتسم عهد القديس البابا كيريلوس السادس بأنه عهد التقاء الاب البطريارك وشعبه دون وصائط او حاشية اذا امكن اي انسان مهما كان ان يلتقي اباه البطريارك ويتحدث اليه مباشرة عن احتياجاته او مشاكله لقد احبه الجميع واتوا اليه الافا يطلبون بركاته وصلواته حتى قيل فيه كان اول بابا في جيلان الحاضر فتح بابه لكل انسان كل فرد كان يستطيع ان يجلس اليه ويكلمه بلا مانع ولا عائق وهكذا استطاع بشعبياته بمقابلته لكل واحد ان يقضي على فكرة حاشية البطرق لان كل انسان يستطيع ان يعطيه المعلومات اللازمة في اذنهم مباشرة فيعرف حقائق الامور بطريقة وبشرة لا بطريقة اخر لذلك كان يعرف تفاصيل التفاصيل في كنيستنا المقدسة وهكذا ازال بابواته ما عانته الكنيسة من افعال شائنة للحاشية ومنها ما عرف باسم السيمونية اي سيامة الاباء الكهنة بمقابل مادي وعلى طريق الاصلاح اصدر قدسته اوامر بعودة الربار الى اديرتهم وقد التزم الجميع بالخضوع لامره وفي خياداته الكنيسة القبطية كان يضع جميع مشكلتها واحتياجاتها امام الله فيقول البابا شنوده الثالث كان كثير الصلاوات حتى فيه اثناء وجوده وكلامه مع الناس لذلك كان سموطا لا يتكلم كثيرا لكي يعطي نفسه فرصة للتأمل والصلاة وكان ايضا يعهد الى الله بمشكلاته ويرى ان القدسات والصلاوات هي التي تحل له المشكلات لا المجهودات البشرية وكلما حاطب بيه الضيقات لجا الى الوحدة والصلاوات والقدسات شاعرا ان معونة الله اكبر من كل معونة بشرية لقد كانت قيادته مؤسسة على السوم والصلاة وطلب معونة الله فصار عهده سلاما وبركاته وصدقت كلمات مثلث الرحمات انبامينا افامينا لم يكن بابا كورلوس حلقة مشرقة في تراغ كريسة فحسب لكن كان وما زال مدرسة كبرى لها فلسفتها الكنسية والروحية تظل الى اجيال كثيرة قادمة مشرقة لعمق الروحانية وحياة الصلاة والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي نيافة الحبر جيل انبا ارمية الاسقف العام رئيس المالكة الثقافية القدتي الارثوسي الحقيقة طبعا يعني الكلام عن قداسة البابا كورلوس السادس لا ينتهي وما يكفهوش مقال او مقالات كتيرة جدا والحقيقة طبعا دايما بنبقى مبسوطين جدا لما بنيجي نتكلم عن قداسة البابا وعاني القدسين بشكل عام طبعا بنكتسب منهم فضايل كبيرة جدا يا رب يا رب يعني نكتسب هذه الفضايل من كل قديس يعني نمر بسرتو العطرة بنشكري جدا نيافة الحبر الجليل انبا ارمية الاسقف العام ورئيس المالكة الثقافية القدس الارثوسي بنشكر نيافتك شكرا جزيلا على هذه المقالة الجميلة جميلة